منذ عام 1947 يحتفل العالم بيوم الأمم المتحدة حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام يوماً للاحتفاء بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة نعم يهدف هذا الاحتفاء العالمي إلى كسب دعم شعوب العالم وتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة التي تجمعها مع مملكة البحرين بعلاقات تعاونية وثيقة على الصعود كافة في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1945 أنشئت هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة فتبلورت فكرة إنشاء منظمة تساعد على حفظ السلام في ربوع العالم فتمخض عن ذلك أصدار وثيقة سميت بميثاق الأمم المتحدة التي صادقت عليها العديد من البلدان والتي تركز على هدفين رئيسيين هما السلام والكرامة الإنسانية وفي عام 1971 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإعلان يوم الأمم المتحدة وأوسط كل الدول الأعضاء بالاحتفاء به والذي يأتي ضمن أسبوع الأمم المتحدة وفي الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1971 رفع عالم مملكة البحرين في مقر الأمم المتحدة لأول مرة حيث دخلت البحرين رسميا إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وبعد ذلك الحين استطاعت المملكة توسيع شبكة علاقاتها الدبلوماسية عبر الأفق الدولية من خلال السفارات والممثلين الدبلوماسيين ولا يزال العمل جار لتوسيع رقعة حضور البحرين على الصعيد الدولي نحن فخورون قيادة وحكومة وشعب بما أنجزناه مع هذه المنظمة الدولية من تعاون وتشارك والتزام لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لخدمة الإنسانية جمعاء كما يجمع مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة تاريخ حافل من التعاون المشترك على الصعود كافة والذي بات يشكل نموذجا دوليا يحتذى به في تحقيق أهداف الأجندة التنموية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة هذا وقد حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية وذلك في مختلف الجوانب والأصعد في ميدان العمل الصحي لا سيما في مواجهة تحدي كوفيد-19 لمساعدة العالم بأسرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتحقيق الانتعاش الحياتي لسكان العالم ترجمة نانسي قنقر